مع شاب شاب أتاني بعد محاضرة في الجمعية الشرعية بمنصورة بعد المحاضرة وجدت شابا زينته لحية وضاءة وجه منير ما رأيته من قبل جاء إلي بعد اللقاء وقال أريد أن أسألك سؤالا تفضل يا أخ محمد قال لي أنا شاب تخرجت في كلية التجارة منذ شهرين ومات أبي وأنا طفل صغير وتوفيت أمي منذ ستة أشهر ولي أربع أخوات من البنات هذا حاله وأنت تعلم حاجة الشباب لا ما للي أتزوج به ولا ما لأزوج به أخواتي وأنت قد عرضت عليك حالي ماذا تريد يا أخ محمد ظننت أنه يريد أن أعاونه ببعض المال قال لأبدا فأنا لا أسأل إلا الله إذن ماذا تريد قال أنا أعرضت عليك حالي لأسألك سؤالي قال أنت رأيت حالي وقد جاءني عقد عمل في الإمارات وقد أعرضت عليك حالي لتفتيني بموافق حالي جاء لعقد عمل في الإمارات بس مطلوب مني في المقابلة الشخصية أن أحلق لحيتي لأني سأعمل هناك في فندق في الاستقبال مطلوب مني في المقابلة الشخصية أن أحلق لحيتي وأنت قد سمعت بحالي فهل أحلقها وأسافر أم أصبر قلت له يا أخي أنا سأجيبك بحديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل فهمت يا أخ محمد يعني إيه يعني حضرتك تذهب إليهم بلحيتك واثبت عليها ولا تتنازل عن سنة نبيك عليه الصلاة والسلام الواجبة اذهب إليهم بلحيتك إن قبلوك فالحمد لله وإن ردوك فكن على يقين كن على يقين أنك إذا تركتها ابتغاء مرضات الله والتزمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة لأجل مرضات الله سيعودك الله جل وعلا خيرا مما تفقد خيرا مما تفقد إن كنت واثقا حسن الظن بالله جل وعلا انتهى اللقاء انتهى السؤال وانتهت الإجابة بحديث النبي عليه الصلاة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لم تنتهي القصة بعد بعد سنتين وثلاثة أشهر بعد سنتين من هذا السؤال وثلاثة أشهر أخرج من بيتي أسير في الطريق فإذا بسيارة تقف بجواري سيارة فخمة ويفتح بابها الأيمن وإذا بشاب ينادي علي يا دكتور اتفضل وصلك قلت له جزاك الله خيرا قال لي والله لم وصلك والله لازم تركب وصلك جزاك الله خيرا ركبت بجواره سيارة فخمة مكيفة سيارة فرهة فنظرت إليه ونظر إليه قال لي يا شيخ فاكرني قلت له والله لا أذكر بس وجهه مضيق ولحية وضاءة بس لا أذكر حكى لي هو الذي ذكرته لكم قال لي أنا اسمه محمد جت لك من سنتين وثلاثة شهر بالضبط هو اللي بحسب جت لك من سنتين وثلاثة شهر بالضبط سألتك وعرضت عليك حالي أحلى لحيتي ودلأ فذكرت لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه خرجت من عندك وأنا على يقين أن الله جل وعلا هو الرزاق خرجت من عندك وذهبت إليهم في موعد اللقاء بلحيتي أو المشفون ردوني من شروط الوظيفة بدون لحية خرجت من عندهم وأنا على يقين أن الله جل وعلا هو الرزاق وأن الله جل وعلا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم سيعوضني خيرا مما فقت رجعت إلى بيتي يقول ثلاثة أشهر امتحان من الله بقول لي والله ثلاثة أشهر ما كنتش بلا أكل كانت أختي تتعب ما لايهاش أرص يخفض الحرارة مددت يدي للناس استلفت من الجار وكان عليها فلوس للصيدلاني وعليها فلوس لابتاع الجبنة وعليها فلوس لابتاع العيش كنت مديون لكل اعتصرني الألم اعتصرتني المسكنة والحاجة إذا بالناس يفشرونني من قائل يقود لي يا عم هو الإمام في الشعر إمام في القلب ومن قائل يقول لي كان زمانك رحت وطولت هناك وثالث يقول يقود لي يا عم ربنا أعلم بهالحالك يقول والله حتى كنت أن أفشل مع نفسي كنت مع الضغط الواقع وشياطين الإنس والجن أن أحلق لحيتي وأن أبحث عن فرصة عمل في الإمارات مرة ثانية لكن أرجع لنفسي وكل لا يا محمد أثبت أثبت أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى نمتحن ربنا أثبت والله جل على سعودك خيرا يقول لي وبعد ثلاثة أشهر جاء الفرج بعد ثلاثة أشهر جاء الفتح من الله جل وعلا بعد ثلاثة أشهر من الجوع والحاجة والمسكنة جاء العوض من الله جل وعلا يقول لي هو اللي بحكي لي السيارة اللي انت ركبها دي ملكي سيارة فخمة ده في سنتين السيارة اللي انت ركبها دي في سنتين ربنا رزقنا إياه ملكي اشتريت شقة وتزوجت ورزقني الله جل وعلا ببنت كل ده في سنتين زوجت اثنين من أخواتي أملك الآن محلين تجاريين محل للعطور ومحل للعطارة هما ملكي أعد يخبرني وأنا أعد معاه في السيارة برزق الله وعوض الله جل وعلا له الذي أعطاه الله جل وعلا في خلال سنتين بعد ثلاثة أشهر من الامتحان أنا خلاص هنزل من العربية هو هسلم عليه قال لي استنى قبل تنزل يا شيخ أنا هقول لك الخلاصة أنا حسبت هو يقول لي كلام ده أنا حسبت ما عوضني الله جل وعلا به ما رزقني الله جل وعلا إياه شأة ولا أرض ولا بيت ولا عفش ولا زواج ولا شبكة ولا تزوج أخواتي ولا بنت ولا محل حسبت ما رزقني الله جل وعلا به في خلال سنتين فإذا به يساوي يساوي عملي في الإمارات ستاشر سنة ونص في خلال سنتين رزقني الله وأنا في بلدي جمع الله شملي بزوجي وبأخواتي رزقني الله جل وعلا وأنا ثابت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم عوضا من الله يساوي عملي بمرتب مجزي في الإمارات ستاشر سنة ونص وصدق رضا